ترأس الوزير الأول نذير العربية اليوم الأربعة اجتماع للحكومة خاصة لدراسة المشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذة لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى التجزيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال المركزية والديمقراطية الشركية والحكم الراشدية على المستوى المحلي أفاد بيالي الوزر الأولى أن الحكومة تناولت بالدراسة المشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص الهدف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة العقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية كما تناولت بالبحث عن أنجاز سبل ضمان توفير المواد الأساسية وسعة الاستهلاك لسيما بالمناطق الجنوبية وذلك عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق هذا واستعرضت الحكمة التدابية الاحترازية المتخذة في مجال حماية الأشخاص وممتلكات من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على الأملكة الغابية وصونها وفقا لتوجيهات الرئيس الجمهورية بهذا الشأن